اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موازاتاً لطبعة العربية للقرآن والترجمات الأخرى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية اهتمت ببعض آيات لها مشاكل أو تخلق مشاكل بفهمها وهي دائماً كثير يعني بدور حواليها النقاش في المجتمع الدولي أو المسلمين بيثيروها فكتبتي كتاب عن كل هذه الآيات أو عن مجموعة من هذه الآيات بتخص موضوع معين فأول ما تطرقت إله هي سورة الفاتحة سورة الفاتحة كما أنت تعرف أنه هي فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يعني أول أول سورة في القرآن لكن حقيقةً هي لم تكن أول سورة نزلت لم تكن هي أول سورة نزلت من القرآن فهي حقيقةً هي السورة الخامسة حسب رأي الأزهر حسب رأي الأزهر هي تكون السورة الخامسة لكن حطوها في بناية القرآن منيح هذا الكتاب تبع أربع قطب أخرى هذا الكتاب على فكرة ترجم صدر بالفرنسي والإنجليزي والألماني وترجمته للعربي على شأنكم على شأن المستمعين يعني ممكن تحملوا مجاناً كله مجاناً وتبعوا كتاب آخر لا يقراها في الدين هو تفسير الآية 256 من سورة المقرة عبر العصور يعني بشوف كل المفسرين شو قالوا عن هذه الآية وبجمعهم وبختصرهم وبأعمل مقدمة يعني عشرة وعشرين وثلاثين وخمسين ووقات عن مضمون التفسير هدول وهذا الكتاب صدر بالفرنسي والإنجليزي لا يقراها في الدين وقد نتكلم عنه في الحلقة القادمة ثم هناك كتاب عن الزكاة والرشوة والجهاد تعرف الزكاة هناك جزء أو سهم من الزكاة تخصص للمؤلفة قلوبهم يعني هي رشوة بترشوي الناس علشان يساندوا الإسلام ويدخلوا الإسلام أو ما يعدوش الإسلام فهو جزء من وجزء من هذه الزكاة أيضاً يذهب للجهاد لأنه في سبيل الله فأنا شرحت الآية الستين من سورة التوبة عبر العصور هو صدر بالفرنسي وتصدر قريباً ترجمة ألمانية بعدين هناك كتاب عن الولاء والبراء والطقية لا تتخذوا اليهود والنصر أولياء لكم إلى آخره إلا أن تتقوا منهم طلقاً يعني ما صاحبهم إلا إذا كنتوا خايفين منهم هاي المضمون الآية فشفت نفس الشيء هي الآياتين 28-29 بسورة آل عبران ثم كتاب عن الجهاد الجهاد في الإسلام وهو أكبر كتاب صدر يعني في هذا الموضوع أبرى العصور كل الآيات الخاصة بالجهاد جمعتهم وهي ضخمة عدد ضخم من الآيات هناك عدد كتب أخرى تحت الإعداد واحد عن الجزية في القرآن ومفهوم الهجرة في القرآن والعقوبات في القرآن إلى آخرين إيه الهدف من هذه الكتب؟ إنه نرتكز على مصادر معتبرة ومعتمدة عن المسلمين ويقول للكتب التفسير من أول تفسير قديم إلى آخر تفسير معاصر شو بيقوله؟ تجميع كل النصوص وضعها وضعها مع سواء مع طب ظهوره باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانيا وغيره هو لمساعدة الغرب لتفاهم الإسلام لأنه أنت تعرف في شيخ الأظهر يأتي هنا ويعمل دعاية دعاة المسلمين بيجوا الكذب عندهم مثل شرب المي فبيقول لك لا إكره بالدين طب شو معنى كلمة الإكره بالدين وما شبه وما معنى الجهاد هنا عندك المصادر الرسمية ما تقدش تتلعب فيه ما تقدش تتلعب وهذا هي فضل أنا بس بدي أنوه أنه هالكتب هاي بدنا نساوي لكل كتاب حلقة وتشرح فيه الكتاب وتفاصيل الكتاب ويعني شو قصدك من الكتاب من هالأشياء هاي بالتمام بالتمام هذا ما نعمله اليوم هو مخصصة عن المخصصة اليوم فقط عن الفاتحة الفاتحة على فكرة هذا الكتاب هو كتاب صغير من حوالي 120 صفحة صدر باللغة العربية الآن 111 صفحة 12 صفحة مثل هيك تحت تصرفكم وعلى فكرة هذا الكتاب بالفرنسي بالألماني صحب منه أكتر من ألف نسخة وأرسل إلى جميع عضاء البرلمانات المقاطعات في سويسرا ولجميع المدعين العام في سويسرا كلهم هدول المسلمين بصلوا صلوات تحص على القراهية خذوا موقف منهم خذوا موقف منهم هذه الصلوات التي يتلونها في اليوم 17 مرة هي صلوات قراهية ويجب أن لا يسمح بها في جوامع في سويسرا وأرسلت إلى جميع عضاء البرلمانات المقاطعات وإلى جميع نائب أعضاء النيابة العامة في سويسرا ليأخذوا فقط للعلم يعرفوا أنه هنا مسلمين بيقوموا بصلوات تحص على القراهية ضد اليهود وضد النصارى طيب إزاي أنت تقول إنه ده ضد اليهود وضد النصارى فعلشان تعرف الموضوع ما بيقفيش إنه فقط تذكر كلمة كلمتين متى هيك لازم تثبت الأمر من خلال كتب التفسير لازم تثبت الأمر من خلال نصوص التفسير المعتمدة هلا أهمية الفاتحة تعرف إنه المسلم مجبور عامة يصلي خمس مرات في اليوم والصلوات هذولا يعني فرض واحد من أركان الإسلام حتى إنه حسب الشريعة الإسلامية اللي بينكر ضرورة الصلاة يعتبر مرتد ويقتل وهناك حتى مادة في قانون العقوبات الموريتاني تنص حرفيا إنه من لا يصلي إنكارا أو إنه رفض يصلي وأعطي وقت ليصلي ورفض يصلي برضو يقتل هذا ما تقول قلول العقوبات يقول العقوبات الموريتاني يعني إحنا في عصر العصور الوسطى تحت محاكم التفتيش وهذا القانون ما زال ساري المفعول وذكرت المادة حرفيا في الكتاب اللي تحت تصرفكم ما عليك هلا هذا هو إذن أهمية إنه أهمية الصلاة في كل رقعة عند أهل السنة على الأقل عند أهل السنة على الأقل إنه كل مرة يجب أن تردد تردد الفاتحة يجب أن تقرأ صورة الفاتحة وتقرأها على كل رقعة إذا تجمع كل الركعات في الصنوات بيطلع 17 مرة يعني يوميا إذا المعنى اللي المفهوم منها إنه يحس على القراهية معناته المسلم يشبع يوميا 17 يوم 17 مرة في اليوم القراهية ضد غير المسلمين إذا هم بيقرأوا اليهود والنصارة ما بالك بالهندوسي ما بالك بالملحدين ما هو قالها خبر المسؤول عن الأزهر قال إنه الملحدين يجب أن يأخذوا إلى ساحة التحرير ويقطع رؤوسهم أمام الجميع يعني ما فيش أسرح من هيك يعني وقاله في الجرائد والجرائد ولم يحاكم على ذلك ولم يحاكم على ذلك هذا التحرير على التطل واضح واضح إزاي الحكومة المصرية بتسمعنا شخص إنه من مسؤول ديني يأتي يقول لك إنه يجب أن يقتل طب كويس فهذا هو الموضوع يعني فالقراهية ضد المسلمين وغير المسلمين يرددها ضد اليهود وضد النصارى وبالأحرى أيضا ضد غيرهم اللي لا يندمون إلى أهل كتاب يعتبرون يعني منبوذين من المجتمع الإسلامي مقروهين يجب أن يكرههم يجب أن يبغضهم المسلم هلأ شو بتقول هذه شو بتقول هذه الآية شو بتقول هذه الآية هذه الصورة نحن هنستعرض الصورة هاي لأنه هي أكتر الصور اللي تقرأ في حياة المسلم حتى عند الزواج تقرأ حتى لما تروح على الموت على المقبرة تقرأ الفاتحة لكن قليل من الناس يتمع عنه مضمون هذه الصورة فهناك أخطاء لغوية في هذه الصورة وهم مش منتبهين إنهم برتلوا صورة فيها أخطاء لغوية طيب أولا أنا أعطيتكم النص وشرحات هنا جاي من هذه الشرحات جاي من طبعتي العربية للقرآن اللي كلكم تعرفوها واللي ممكن تحملوها مجانا هلأ نبدأ بشرحها بصورة مبسطة علشان اللي مش تحت إيده الكتاب أولا بسم الله الرحمن الرحيم ده معروف أنت تعرف كيف تكتب تكتب باسم باسين ميم أوكي مو مشكلة مو مشكلة بدون ألف أي بثلاثة حرف وهي كتبت كذلك كلما 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 تبعت كلمة الله كلما بسم الله كتبت ثلاثة أحرف ذلك في البسملة وفي الآياتين ثماني من سورة ثماني واربعين ثلاثين والسورة اتنين وخمسين الآية واحد واربعين وكتبت معالف با ألف سين ميم با ألف سين ميم في أربع آيات يعني بالبسملة كتبت باسين ميم وفي الآيات الأخرى في أربع آيات أخرى ذكرت با ألف سين ميم هناك اختلاف إذن في القراءة هي لا تعتبر لا تعتبر في حسب القرآن القرآن مكة أو القرآن المدينة ما يسموه أو المتدور في مصر تعتبر آية بينما في شمال أفريكا لا تعتبر آية لا تحسب كآية منيح هلأ لن ندخل في تفاصيل ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم من فين جاي هذه كلمة نجدها أكثر من ستمائة سنة قبل المسيح اشتعملت هذه الجملة عند المسيحيين بالجملة بالذات تم استعمالها الحمد لله رب العالمين دا ما بتخلقش ما فيش فيها أي مشكلة خاصة الحمد لله هناك عدة اختلافات كراءات مختلفة لن نتعرض لها والعبارة رب العالمين هي مليخ علميم رب العالمين هناك عبارة رب العالمين ترجمة بالعالمين ملك الدهور أو رب اله الراهد مالك يوم الدين مالك يوم الدين نبينا قبل ما ننتقل مالك يوم الدين رب العالمين اليوم اليوم لما بقول العالمين معناها تجمع العوالم بالتمام 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 ما القصد بالعالمين يعني غير متفقين هما بيقول في ناس بيكراه رب العالمين يعني العالمين فما بعرفه عالم ايه هل هو العالم الأرضي والعالم ما بعد الحياة مش معروف فالمعنى بس هي أكيد كلمة جاي من العبرية نقلت حرفيا من اللفظ العبري مليخ عالميم كما ذكرت لك يعني هذه الكلمة جاي مأخوذة من اللغة العبرية علميم مليخ علميم واضح العالمين فقط عربت ولكن المفسرين لم يعرفوا ماذا تعني ماذا تعني وعلى كله هو ترجمت إلى العربية في التوراة ملك الدهور الدهور العالمين يعني الظهر أو العصر أو الأصول وعرفها معجم ألفاظ القرآن بأجناس الخلق العالمين أجناس الخلق بس هو أصرها كلمة عبرية هي كلمة عبرية مالك يوم الدين جعلها قراءات مختلفة جداً بترجع للكتاب تاعي في حوالي عشر قراءات مختلفة لكلمة مالك هل هو ملكة أو ملكه أو ملكي وملكاً وملكي مالكة يعني عدة قراءات مختلفة في المصادر الإسلامية وهنا يعتبر النص ناقص وتكملته مالك الأمور يوم الدين مالك الأمور يوم الدين ماذا يعني مالك يوم الدين مالهوش معنى مالك يوم الدين مالك الأمور يوم الدين هناك أهدنا السراط إياك نعبد وإياك نستعين جعلها قراءات مختلفة لن ندخل في تفاصيلها أهدنا السراط المستقيم هنا خطأ كان يجب أن يكون أهدنا إلى السراط المستقيم كان يجب أن يكون أهدنا إلى السراط المستقيم كما جاءت في آيات أخرى فاهدهم إلى صراط الجحيم يعني في آيات أخرى كلمة هدى يتبعها حرف جر إلى هنا الآية خطأ الحمد لله الذي هدانا لهذا ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هل هذه الآية يعني عامة تفهم عند السنة أهدنا السراط المستقيم المعنى المتعرف عليه عند الشيعة عند الشيعة فهمت غير شيء السراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته يعني اهدنا إلى الأمير المؤمنين ومعرفته هذا هو بمعنى صراط وكلمة صراط كلمة صراط هي جات من اللاتينية وهي جات من سرادا وهي الطريق المتعرفة اللي كان مشهورين ببناء الرومان نكمل هنا الآية اللي احنا تهمنا صراط الذين نعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين هذه هي الآية التي خلقت مشاكل هذه الآية ناقصة وكان لازم يقول صراط الذين نعمت غير صراط المغدوب عليهم ولا صراط الضالين أو غيروا طريق المغدوب عليهم ولا طريق الضالين لأنه ما لهاش معنى صراط الذين نعمت عليهم غيروا المغدوب عليهم غيروا طريق المغدوب عليهم ولا طريق الضالين يعني اهدنا إلى صراط الذين مش صراط طاع المغدوب عليهم ولا صراط الضالين فهنا الآية ناقصة هذه الآية فيها خطأ يعني أول صورة في القرآن فيها خطأ والغريب في الأمر أنه هذه الصورة تنسب إلى الله فإزاي الله يقول بذاته أهدنا الصورات المستقيم هو عايز واحد يهدون بل هوش معنى فهيب عليه وهل الله بيقول إياك نعبد وإياك نستعيد إن الله بعبد حاله ما بنفعش القصة هو ما بيقول الكلام هذا إلا حاخام يهودي مصطول بالتمام بالتمام ما لهاش معنى أنه يكون ولهي كإبن مسعود ما كانش يعتبر هذه الصورة من القرآن هذه الصورة لا تعتبر من القرآن حسب إبن مسعود هو كان يعني ما يتضمنهاش القرآن المصحف داعي بن مسعود طيب يعني هذه الصورة يعني مكانها تعتبروها الفاتحة ولم تنزل أول صورة حسب المسلمين بذاته خامس صورة حطوها في أول قرآن ولكن حقيقة هي ليس جزء من القرآن عندي سؤال نبينا تفضل هي ربما توازي نوعاً ما الصلاة الربانية كما يقول عند المسيحيين يعني ممكن تقول هيك هي الصلاة الرئيسية وعلى فكرة الفاتحة هو الإسم اللي يعطي لها يعطي لها لكن هناك عدة أسماء لها عدة أسماء صورة الفاتحة لها عدة أسماء تسمى فاتحة القرآن أم الكتاب أم القرآن القرآن العظيم السبع المثالي الوافية الكنز الكافية الأساس النور الحمد الشكر الحمد الأولى الحمد القصرة الراقية الشفاء الشافية الصلاة الدعاء السؤال تعليم المسئلة المناجاة التفويل يعني هذه الصورة حملة عدد كبير من الأسماء عرفت بالفاتحة لأنه وضعت في بداية الكتاب بس هذا ليس الاسم الأصلي تعالي الآية تعالي الصورة منيح هلأ ننتقل ننتقل للموضوع الأهم الموضوع تعالي الحلقة دي ما معنى الآية اللي بتقول أهدنا الصورات المستقيم كلنا هنا خطأ أهدنا إلى الصورات المستقيم صورات الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماذا تعني اللي يسمع هذه الآية أول مرة تقول أوكي ماشي نعمت عليهم ممكن نفهم غير المغضوب اللي الله غاضب عليهم غير محدد ولا الضالين غير محدد هناك على قل عندنا ثلاث فئات عندنا ثلاث فئات الذين نعمت عليهم ثم غير المغضوب عليهم ثم الضالين في ناس بيقول لك لا هي نفس الناس الذين نعمت عليهم اللي غير مغضوب عليهم اللي غير الضالين يعني هذول هم الصفاتين للفئة الأولى لكن أكثر الناس بيقول لك لا يعني الأكثرية الصاحقة للمفسرين بيقول لك أنه هنا أمام نحن أمام ثلاث فؤات تماما مختلفة الواحدة عن الثانية الواحدة مختلفة عن الثانية نحن لسنا أمام فئة ولكن ثلاث فئة ماذا تعني الذين نعمت عليهم هذه الصراط الذين نعمت عليهم صراط المستقبل صراط الذين نعمت عليهم من أنعمت عليهم بيقول لك هم الأنبياء هم اليهود قبل ما يتركوا دينهم الصحيح أو ممكن يكون المسلمين اللي الله هداهم للدين الصحيح فهذولا اللي أنعمت عليهم أهدنا الصراط المستقبل أهدنا أهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم هذا يعني ما في مشكلات هلا ما هو معنى كلمة المغضوبة عليهم المغضوبة عليهم هناك إجماع عند المفسرين يعني أنا أردت حوالي ثمانين تفسير قديم وحديث معاصر لناس عايشين بيقول لك إن كلمة عبارة المغضوبة عليهم تعني اليهود وأبضلين تعني النصارى طب إزاي فهموا هاي الكلمة الآية بذاتها لا تذكر ذلك لا تذكر ذلك لا تذكر ذلك فإزاي هم فسروها بهذا الأمر عدت علشان يعرفوا معنى هذه الجملة بيرجعوا من جهة إلى أحاديث نبوية يعني محمد بذاته فصر هذه الآيات الآية هو بذاته فصر هذه الآية في حديث له وثانيا القرآن استعمل عبارة المغضوبة عليهم والضلين في آيات أخرى تشير إلى اليهود وإلى النصارى فقالوا معناته هي اللي تكلم عنهم تكلمت عنهم الآيات الأخرى فبيرجعوا يعني بيرجعوا للآيات الأخرى اللي يثبتوا هذا الأمر فضرورة إنك تفهم شو قال محمد ومحمد ضرورة لأنه شو قال محمد ضرورة لأنه القرآن بذاته بيطلب من المسلم إنه يرجع للسنة النبوية بذاته يعني أنت مجبور إنك ترجع للسنة النبوية حتى تفهم القرآن ثم هم يرجعوا للقرآن مثلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إزاي الرسول فصر هذه الجملة يجب أن تقبل بالتفسير تاعه ما تقدرش تقول لا أنا على خاطر أفصر لا مدام النبي محمد فصره ومدام آيات قرآنية تشعر إنه المكتوب عليهم هم اليهود فبالحالها يجب أن تفهم هذه الآية على ضوء الآيات الأخرى فهمت عليه؟ يعني الشيء سهل جدا أوكي هلأ نشوف هنا إزاي هم يفسروها؟ أولا في ناس المفسرين إيش عملوا؟ إيش عملوا هذول المفسرين؟ في ناس بيأخذوا الآية فقط بسردوها سرد وبيقولوا هم اليهود والنصار والسلام عليكم يعني ما بيزيدوش فيه في ناس بيتوقفوه هنا لكن منهم بيقولوا لا هناك يلجأون يلجأون إلى الحديث يقول ما بيكتفوش بالآية بيقولوا لا النبي محمد لما سألوا ما معنى هذه الآية أجاب أنهم اليهود والنصار يعني ما اكتفوش بالآية والتفسير العام بسطرين أو بكلمتين لا فهم قالوا لا الحديث النبوي ففي حديث نبوي بيقول إن المغضوب عليه اليهود وإن الضالي النصارى وهناك عدة أحاديث سنرجع لها مشابهة تنعت اليهود وتنعت النصارى بهذول الصفتين هلأ في ناس خلاص مدام النبي محمد فصر الأمر خلاص في ناس يقول لك لا بس انت ممكن تقول إنه الحديث هذا ضعيف أو هذا الحديث مشكوك فيه أمو عزي فضل نبينا الحديث هذا ذاته بأي بأي كتاب مذكور يعني الحديث النبوي هذا نعم في الكتاب بتاعي أنا أعطيت المصادر هي صحيح مصادر متأخرة نوعا ولكن كتب التفسير ذاتها يعني هناك فيه كتب الحديث تتعرف كتب الحديث كتبت 200 سنة بعد وفاة البخاري و200 سنة بعد وفاة محمد لكن هناك كتب تفسير قبل البخاري وذكرتها هذه الأحاديث يعني هي ليست في كتب يعني متأخرة نوعا ما لكن موجودة في كتب التفسير والكتاب اللي تحت صرف الجميع هي تتضمن كل التفسير نذكر بعض منهم على لشان نشوف هلأ علشان نقول لك إنه الحديث ممكن هذا ضعيف معناته مش هنقدر نعتمد عليه أو حديث أحادي أو ما شابه ذلك أو موقوف أو مثلك فبيقول لك لا هم بروحوا على القرآن مشان يثبتوا إنه ما جاء في الحديث صحيح ما جاء في الحديث صحيح محمد بيقول إنه اليهود هم المخدوبة عليهم طيب في آية أخرى بتقول نفس الشي معناته خلاص حتى ولو مشكوك في الحديث المضمون على الحديث ثابت الضالين طيب في آية أخرى بتقول إنه النصارى هم ضالين خلاص حتى ولو شكيت في الحديث بذاته تصبح يعني آيات القرآن حتثبت صحة مضمون الحديث فعندنا الركيزتين عندنا ركيزة عندنا ركيزة الحديث وعندنا ركيزة القرآن في ناس بيقولون إنه ما هي الأسباب اللي جعلت اليهود مخدوب عليهم وما هي الأسباب اللي جعلت النصارى ضالين ليش ليش هدول اعتبروا مخدوب عليهم والنصارى اعتبروا ليش ما ما يكونش العكس ليش ما يكونش العكس فهم بيرجعوا للآيات القرآنية بذاتها والآيات القرآنية اللي ذكرها المفسرون المفسرون يعني بيقول لك المخدوب عليهم لهذا السبب وذلك السبب حسب القرآن ذاته والمخدوب والضالين هم النصارى بسبب الآية التالية هناك يضيفون إنه هم اليهود والنصارى اثنين ضالين واثنين مخدوب عليهم على كل محال ليش أنت تتفصل بين اليهود وبين النصارى ما هم اثنين هدولا مخدوب عليهم واثنين ضالين بيقول لك لا اليهود عندهم صفة خاصة إنهم هدولا مخدوب عليهم ولو إنه حتى النصارى مخدوب عليهم لكن يعني اليهود عندهم ميزة خاصة إنهم هدولا مخدوب عليهم والنصارى عندهم ميزة خاصة بتجعلهم همو الضالين هم اثنين مغضوب عليهم واثنين ضالين لكن هدولا متخصصين في المغضوب عليهم يعني هدولا مثل تخصص الأطبة بصراحة ما لا معنى هدولا مغضوب عليهم اثنين اطنين ضالين بالنسبة للإسلام بس المفسرين دخلوا في التفاصيل دائما على أساس القرآن لأن القرآن بيقول هيك وهيك وهيك فمعناته هم استحقوا لقب المغضوب عليهم والنصارى لأنهم هيك وهيك وهيك فلهيك اعتبروا هم الضالين يعني دائما المفسرين جدا دقيقين مفسرين جدا ما خلوش شيء فالت يعني فتشوا في القرآن وجدوا الأسباب وبعدين هناك بيقول هذه طيب المغضوب عليهم هل مغضوب عليهم مو تضالين هم فقط النصارى واليهود ولا غيرهم كمان يعني هل هم فقط هدول الاتنين اللي مغضوب عليهم والضالين ولا هل ممكن آخرين مثل هذه المشرقين مش مغضوب عليهم يعني المشرقين مش ضالين يقول لك لا بس هدول اليهود والنصارى الله خصهم بهدول السفتين هذا لا لكن هذه السفة ليس محصورة بيهم يعني ممكن يكون هدول المنافقون هم كمان هدول مغضوب عليهم أو ضالين أو حدا اللي بيرتكبوا الكبائر هدول ضالين ومغضوب عليهم أما السفة اللي جات في القرآن المغضوب عليهم والضالين هدول هدول مرتبطة بالمجموعاتين الخاصتين هم والنصارى واليهود النصارى واليهود هناك حتى بيقول لك طيب ليش بدأ باليهود وبالمغضوب عليهم ثم انتهى بالضالين ليش ما قال العكس يعني حتى هنا سببوا حاولوا التسبيل احنا لن ندخل في التفاصيل لأنه كل كتب التفسير كل نصوص التفسير عوقات سطر موقات صفحة كاملة واضعين كل هدول التفاصيل كل هدول التفاصيل المهم في الأمر إنه إيه إنه الأكثرية الصاحقة يذكرون بعد الأمر معه بدون تفاصيل إنه لقب المغضوب عليهم هم اليهود خلاص انت عايز تدخل بالتفاصيل حار بس واضح الأمر من البداية إنهم هدول هم المناحيس هدول اليهود هدول المناحيس اليهود إبليه واللي ضالين هدول اللي الله الضائعين هدول هم النصارى هم النصارى ما ترحش تلفوا الدور تحبت اللي دوره بتلاكي ما في مشكلة هلا ما هي الآيات اللي اللي استندوا لها أنا كوى القرآن ما فيش فيها إلا ما فيش فيها فقط هاي الآيتين اللي بتلعت اليهود بأنهم ضالين أو إنهم المغضوب عليهم أن اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالين لا في آيات أخرى هل لم نعطيكم آيات أخرى ذكرت بعض الآيات عامة المفسرين لما بذكروا آية بذكروا جزء من الآية وبيفكروا إن القارب يعرف الباقي ومش عايزة تذكر كل الآية يعني بذكر الجزء تاوى وترك الباقي عليك فأنا تتبعت الآية كاملة إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربه وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجس المفترين غضب من ربهم مين اللي خذوا العجل هم اليهود فلهي اقتلعوا المغضوب عليهم فهمت علي يعني كلمة المغضوب عليهم أجد في الآية هذه لأنهم هذولا عبدوا العجل فشوف الكرآن بذاته سماهم المغضوب عليهم في هذه الآية فهذا يعني إنه الآية السابعة من صورة الفاتحة المغضوب عليهم تشيري لليهود منيح هل فيه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعم بل هم أضل سبيلا الضالين هذولا طلعوا الاثنين كلمة الضال رجعت عندنا هنا طيب فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فآنا تصرفون هنا من جديد استعمال كلمة الضالين من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئنا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فهم علي يعني الكافرين المرتدين هذولا مغضوب عليهم يعني كلمة مغضوب عليهم ده ثابتة في القرآن لكن لفئة أخر منها يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون يعني هذولا إذا ما أوفوش بعهده هذولا يعني ما بعطهم مش النعمة اللي ما لعوش النعمة يعني الله غضبا عليهم فهذولا ما أوفوش بالعهد إمنيه هلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فابع لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصرها قل أتستبدلون الذي هو أدنب الذي هو خيرا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباء وباء وباءوا بغضب من الله المغضوب عليهم فابع لكم هنا غضب هاي لليهود وأضحى إنه المغضوب عليهم شوف الآية بتقول مغضوب عليهم ذلك بأنهم كفروا هم كانوا يكفرون بآية الله ليش السبب مغضوب عليهم لأنهم يكفرون بآية الله هذا السبب فابع لكم ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني هنا بيقول لك القرآن بيقول بذاته هدولة أولاد الحلال كانوا يقتلوا الأنبياء وكفروا بالآيات والآية بتقول مغضوب عليهم من الله فهدولة هم المغضوب عليهم في الآية السابعة نبيا هنا في شغلة بصراحة يعني بتخلي العقل شوي يعني ما مستقبلها بغير العقل المغيب يعني اليهود جمعهم كلهم يعني كل يهودي قاتل نبي بالتمام بالتمام هو خباصهم خبصة واحدة خبصة واحدة ما هو الهدف تاعه ايش كان انه يفرغ الجزيرة العربية من اليهود فما فيش واحد منيح وعاطل كلهم رماهم بنفس السلة فهدولة كلهم قتلت يهود ما قلش النف واحد منهم هدولة ما قتلوش الانبياء اللي تعوني الجزيرة العربية ازاي تعمل فيهم لا هدولة قتلت الانبياء طيب منيح هلا في آية اخرى بيس ما اشتروا بها انفسهم ان يقفروا بما انظر الله بغيا ان ينزل الله من فضلي على من شاء من عباد فباقوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيط من هنا من جديد غضب هنا من جديد الآية تذكر غضب ضربت عليهم الزلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وبقوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يقفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء هنا بيقول بغضب من الله المغضوب عليه بعود انه قتلوا الانبياء بغير حق وانه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذول كانوا يعتدون كانوا يعصوا هذول المغضوب عليهم الآية المذكورة اعلى بعدين في آية اخرى بتقول ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من أنعم الله عليه سرعة الذين انعمت عليهم الآية بتقول هم النبيين والصدقين والشهداء والصالحين فالجزء الأول من الآية تشير إلى هذه الآية لن يعرفون شي فسروها ازاي مين الأنعم عليهم قال لما القرآن بذلك ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحددهم الأنبياء النبيين انت شايف هو القرآن أوقات يستعمل كلمة الأنبياء وأوقات النبيين من نفس الكلمة في أي فرق بين الأنبياء هو جمع عربي النبيين هو جمع عبري شفت علي هنا بيختلف فهنا هذه الآية تساعدك تحدد معنى الآية تعد صورة الفاتحة إذا تعرف من هم الذين العصرات الذين نعم عليهم الآية بتقول لك النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزأه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما حتى القاتل يعتبر كمان إنه مغضوب عليه القرآن بيقول مغضوب عليه إن الذين كفر وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا هنا ضليل هدول صدوا كفر وصدوا عن سبيل الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهما القردة والخنازير وعبد الضغوط أولئك شر مكانا وأظل من سواء السبيل هو من لعنه الله وغضب عليه المغضوب عليهم اللي عملهم قردة وخنازير ومعروف من عملهم قردة وخنازير هم اليهود فلهيك الآية السابعة تعني اليهود بسبب هذه الآية أيضا هذه الآية تحدد معنى من هم المغضوب عليهم فهمت علي لأن الآية السابعة من قل لا المغضوب عليهم أي واحد مغضوب عليهم مضللين أي واحد لا لا القرآن بحدد لك من هو المغضوب عليهم هم ناس محددين بالآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سباء السبيل هنا من جديد ضلوا الضالين لعن لعن الذين قفروا من بني إسرائيل على لسان دؤود وعيسى ابن ما ذلك بما عصروا كانوا يعتدون ملعونين كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوه لبئس ما كانوا يعني هذه كل الآيات استشهد بها المفسرون ليشرحوا الآية السابعة ما تقدرش تقول لا أنت تعمل هذه الآية ما تعنيش اليهود ما تعنيش المسيحي النصارى لأنه مش مذكور في كلمة يهود ومش مذكور في كلمة نصارى بقول لك المفسرين لا القرآن موجود في آيات تنعت اليهود بأنهم المغضوب عليهم وتنعت المصارى أنهم الضالين فهدولا هم هدول أضف إلى ذلك الأحديث النبوية أعطي هنا أدة أحديث في حديث ذكر ابن حنبل إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى ابن حنبل واضح هذا حديث نبوي يعني الترمذي بيذكر الترمذي كمان من كتب الصحاح اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال وفي كتابي مذكور بالهانش تنقر على الرابط بيفتح لك المصدر يعني مو من عندي كل شيء مثبت التبراني بيذكر صورات الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى تمام عليه المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى التبراني نفسه إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى تمام عليه طيب ابن حبان توفى 965 المقدوب عليهم اليهود والضاللون النصارى البيهقي هؤلاء اليهود المقدوب عليهم وهؤلاء النصارى الضاللون ابن الأثير المقدوب عليهم اليهود والضاللين النصارى السيوتي إن المقدوب عليهم اليهود وإن الضاللين النصارى يعني هنا وضح عند المفسرين كلهم أنه هلأ طبعا في الحال يعني لما أنت تلك الجملة أهدنا سرعة الذين عم تريم سرعة الذين عم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقولك لا لا هاي ما فيش فيها يهود ما فيش فيها ذكر نصارى ولا يهود منيح بس الحديث النبو واضح أنه فسر هدولا هم اليهود وهدولا هم النصارى وآيات وآيات القرآن بتوضح أنه هدولا هم وهدولا هم هدولا هم هدولا وعلشان الواحد يتأكد من الأمر هذا ما يكونش كلام ملقى هيك على عواهنه هيك بتقولك يا كلام فارغ كل النصوص الفقرات تعون المتعلقة بهذه الآية مدكورة في الكتابة حرفيا ما مصدرها يعني بتنكر عليه بتفتح لك الكتاب التفسير وحتى كل شخص مين هو المفسر يعني رح اتبحث مين هو في الويتيوباديا أو موسوعات أخرى من هو المفسر التالي اللي قال الحقي دا علشان تقولش أنا اخترعته أنا اخترعته أنا اخترعته أوكي هلأ بيقول لك طيب ما هموا ما هموا كل الديانة بتكره الآخرين عند اليهود بيكرهوا غير اليهود النصارى بيكرهوا اليهود مثلا طيب انت ليه تتعدى على المسلمين هي القصة ليه نازل بالمسلمين هم الوحيدين اللي عندهم قراهية هلأ في مشكلة فعلا حتى تتمع الكاثوليك الكاثوليك في يوم الجمعة العظيمة اتذكر وأنا صغير وأنا صغير روح الكنيسة الجمعة بسموها الجمعة الحزينة هو الجمعة اللي فيها ذكرى صلب السيد المسيح وخلال الصلاة للكنيسة نصلي لأجل اليهود هناك صلاة من سطرين يعني مرة واحدة في السنة انه بطلب من الله انه يرفع يفتح عينين اليهود الخبثاء أو القفراء وخليهم يعترفوا انه المسيح هو مخلص البشري على تهي الكلمة 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 بيرفيدس بيرفيدس هو الشيء ترجمتها بيرفيدس يعني غير المؤمنين بس هو ترجمت بمعنى الخبيث أو المخادع ولما تم ترجمة كتب الصلاة للغات الوطنية كل واحد تفنن في الترجمة على كل انهم اليهود الله بندوا لازم يفتح عليهم علشان يجوا يقامنوا بالمسيح هاي مرة في السنة كانوا يحكوها فاليهود وبعض المسيحيين قالوا للكنيسة انتوا شو نا خلكم باليهود وليش ما اعتبرينهم عميان لا ما بينفقش هيك فحطوا وراهم 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 حتى أذاء أزالوا الصلاة هذه الصلاة حضفت فهلا صاروا يقرأوا صلاة أخرى بيقول يعني ثبتهم على العهد تاعهم ما قالوش انه حتى انه يعني يصيرهم مسيحيين يعني لانه اليهود زعلوا قالوا ليه انت بتصلي ضدنا فاهم علي في الكنيسة وانت دخلك ايه حتى انصير مسيحيين انت دخلك ايه ما الامك فينا الكنيسة اجبرت نبينا بالفعل هو اليهود مغضوب عليهم المشكلة طلع مغضوب عليهم من المسلمين والمسيحيين كمان بنا ما بس يعني المسيحيين كانوا يحكوها مرة في السنة مرة في السنة وحدفوها هلا المسلمين المشكلة ايه انهم كل يوم 17 مرة 17 مرة من الصبح للمساء كل يوم وعلى واضفي لذلك انه في الجوامع رمل نساهم يتم اطفالهم اصبهم بامراض غيرة لا تشفى ومثل هيك هدن ما عرفش ايه كل يوم كل جمعة كل هيك على طول السنة طب اخي ايه القصة المشكلة ايه ايه المشكلة نبينا اسمها المشكلة انه اذا بدك تكره الغير اكره همو مشكلة يعني بدك تسبني مو مسك تسبني يعني مش هتصلن المسبة المسافة بيني وبينك بعيدة بتضيع في الطريق امني امني المشكلة انه اللي بزرع القراهية او بتعلم القراهية من طفولته هو بسبب لنفسه انتحار داخلي هو بانتحر ولهيك هم والحياة عندهم لا تسوى هذا انتحار هذا يعني انت لازم اذا ما بتحب الغير كيف تحب نفسك فهو بيعتبر الاخرين هدولا كفرة طب هدولا المسيحيين واليهود ده اهل كتابه تعتبرهم كفرة وملعونين ومقدوم عليهم وضالين طب شو بالك بالهندوسي شو بالك بغيره وغيراته وشو بالك بالملحدين كلهم هدولا رايحين يعني خرابين امني ف ازاي انت تعرف تتعايش اولا مع اليهود ازاي تتعايش مع النصارى وهم اهل الوطن اهل بلاد وازاي تعايش مع العالم اليوم كل الحاضر طيب انت بتستعمل تستعمل الالات الالكترونية هاي مصنوعة من القفار اليابانيين اذا انت بتكرههم لا طب ليش تستعمل الالاتهم خلاص اختراعاته بحريرة بالتمام بالتمام ما فيش يعني العرب العرب كل ما هم عندهم ما جاي من عند القفار فالزاي تستعملهم انت بتستعمله وبتقول هذا كافر طب يعني ليش ما تشكر اصلا هو لازم تشكره اذكر واحد عراقي رأي على اليابان كل هدف حط بعقله انه يحول اليابانيين لمسلمين هذا هدف الوحيد قال لانه هدولا كفار وملحدين لازم نهديهم للطريق المستقيم كلهم واحد مسلم كتب له رجاعا لا تحول هم مسلمين نحن محتاجينهم هدولا اذا صاروا مسلمين بصيروا كسالة يبقى طلو يشتغلوا تخرب علينا الصدعة تخرب علينا بصالحنا يعني هدولا انت لو تسويهم مسلمين بتصيبهم بالداء تاعك بصيروا دولة مثل السورية مثل العراق مثل بالتمام 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 لانه هذا دين كراهية هذا ومتقدرش تبني تقدرش تبني مجتمع مستقيم على قراهية كل يوم 17 مرة في اليوم تذكر فلان هو المغضوب عليهم وفلان هم الضالين انا شفت فيديو موجود حطيت الرابط تحت الشريط بنت عمره سنتين كل من هم المغضوب عليهم بتجاوب اليهود من هم الضالين قالت النصار طب هاي البنت بكرة بتروح شو تعمل جهاد النكاح ضبط ولا وبوك اذا كانت ولد بروح بصير ارهابي كل هدف يهدم كناس يحرك معرفش ايه يهدم اثار هو اللي هدم تمثيل بوذا لانه هذول كافرين هذول ملحدين شو ليش هذول يبكوا على ونجل الارض هذي لا تبني حضارة بتراهية يعني انا ما بهمني يكرهوني ان شاء يكرهوني ليل النهار هو مش بمصلحتهم اصلا مش بمصلحتهم يعني هم بخرب حياتهم بحياتهم بابنوا حياة كل حيات عيسر حيات تراهية لا تعني انه كل المسلمين هيك لا جدتك وجدت قرائبي واصدقائي وجيراني الناس طيبين فعلا بس هذول اذا رجال الدين بدأوا ينبشوا في رأسهم يزرعوا لهم كلام مثل هيك ويفهمهم هيك الكلام خربوا المجتمع بكامله نبينا عندي كيمي هون بصراحة فضلا انت قلت يعني اهلنا وناسنا بصراحة اهلنا وناسنا الطيبين المحترمين الكويسين الحبوبين يعني انا عن تجربة شخصية ممكن في اي لحظة في اي لحظة يقلب اكبر داعش يعني هالطيبين يعني مثلا كنا نسميهم الطيبين لما كانوا تحت حكم الاسد وغير الاسد ودولي بس لما انشال الغطاء عنهم طلعوا وحوش للأسف مثل ما قال عبدالنان إبراهيم يعني صار شفنا وحوش هل صار في صدى ولا صوتي صار في صدى لصوتي الحاصلة انا تكلمت واحد عراقية قلت لها ازاي هدولا بروحوا بعملوا الصابعين بهذا الاسلوب السيء هل في العراق ما في الجامعات هل ما انكم مش تعليم انتم مش مثقفين هل العراق بتقول لي هي ملحدة بتقول لي ما انت تعلم انه تعليم الديني اهم من تعليم الجامعة يعني تعليم الجامعة طلع قشور هاي البنت من عمر سنتين بعلموها المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى طب مهما تعطيها ان شاء الله بتحمل الف شهادة بعدين خلاص ما هو دخل بمخة هذه الفكرة الف شهادة و الف سنة تعليم لن تنظف عقلها من هذه الاوساخ لن تنظف هلا هنا في الغرب عندنا في الغرب قوانين تمنع التمييز وتمنع القراهية هنا في سويسرا عند قوانين انه اللي بحث على قراهية الاخرين يعاقب يعاقب هذه الصلاة على رأيي تاعت الفاتحة بالمعنى اللي فسروا جميع المفسرين فيه هذه مخالفة للقانون السويسري وقانون الحقوق الإنسان وانا على رأيي هذه الصورة اللي بعضهم ما كانش اعتبرها من القرآن يجب أن تحذف من القرآن يجب أن تحذف من القرآن لأن هذه مش لأن بسببنا لا يا أخي سبقا ما بدهم مو مشكلة المشكلين هذول خربوا بلادهم ببلادهم ببديهم هذه الآية هذه الصورة اللي بسموها الفاتحة تحط على القراهية إزاي تبني مجتمع مليان قراهية بهذا الشكل فلهيك أنا على رأيي أن الحكومات الغربية يجب أن تمنع كل جامع تذكر فيها صورة الفاتحة يجب أن يغلق لأن هذه الصلاة تحط على القراهية يعني يعني تصور لو الكنيسة الكنيسة عندنا في سوريا أو غيره وغيراته يقول نفس الكلام اللي بيحكوا المسلمين عن المسلمين أو يقول يوم تجمع الأحد يقول ربنا رم النساء المسلمين ربنا يتم أولادهم بيقبلوا المسلمين الحكم مثل هيك ما بيقبلوش طب ليه الغير بيقبلوه ليه يقبلوا حكم مثل هيك أنا عندي خطبة للقراضاوي وعندي خطبة في مكة في ذاتها وفي الجامع النبوي دعاء لله أنه يرم النساء ويتم أطفالهم أي إنسانية هذه بعدين بيقول لك ده ديني رحمة أني ديني رحمة أبني أني ديني رحمة آه ده ده دين مبني على القراهية على قراهية الغير والمشكلة إنه هو بيدمر المجتمع بذاته هم هم بيدمره مجتمعهم القراهية اللي هم بزرعوها بأطفالهم بكرة قلبت عليهم لأنه هو بصير يكرهني أنا وبعدين بيقول هذا علوي هذا كافر قتله طيب وهذا درزي قتله وهذا بهائي قتله وهذا ملحد قتله طيب مين بد يبكي إلا هو هم 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 كم 71 71 71 فرقة 70 هم ضايعات واحد ناجي يعني هتبطل 70% منهم 70 تبكي واحد منهم يعني عمتى هتخلاص قتله والمشكلة كل فرقة تعتبر حالهية ناجية لكل بار يجب قتلهم بالتمام في القانون السويسري مثلا المادة 261 كل من يسي علنا وبطريقة تحريضية على قناعة الآخرين في مساء الاعتقاد وينتهك وخاصة الإيمان بالله أو يدنس ما هو محل تمجيل ديني يعاقب بعقوبة مالية تصل إلى كل من يحرد علنا على القراهية المادة 261 مقررة كل من يحرد علنا على القراهية أو تمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائي من العرقية أو الديني يعاقب كل من يروج علنا الأيدولوجية تهدف للتقليل من شأن أو تشويه منهج لأفراد مجموعة عرقية أو ثانية وشبه ذلك هذه الفاتحة على رأيي هي مخالفة للمبدأ قانون العقوبات ويجب أن تمنع في الغرب كما يجب أن تمنع في جميع الدول العربية والإسلامية يجب أن يصدر تعميم من البرلمانات العربية والإسلامية تمنع قراءة الفاتحة في الجوامع وهو للأسف القرآن المدني كله يعني بالتمام بالتمام وأصلا ما قلت للك ابن مسعود كان ما يعتبرش الفاتحة من القرآن طب خلاص إذا ما يعتبرش من القرآن وهو من الناس يعني المعتبرين خلاص عذفها من القرآن وخلصنا وخلصنا منها لأن مولي سببنا مثل واحد بيقول المسلمين مش محتاجين عداء هم عداء أنفسهم فهنا هنا 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 المشكلة هنا المشكلة هلأ إحنا مش هناخد مش هندخل في التفاصيل عندك عندك في الكتاب اللي أنا بس أنا بدي أعطي مثالين أعطي فقط مثالين للتوضيع على هذا بدي أخذ أقدم أقدم تفسير لمقاتل بن سليمان متوفز 766 شو بقول أهدنا السراط المستقيم يعني دين الإسلام طيب لأن غير دين الإسلام ليس بمستقيم وفي كراءة ابن مسعود أرشدنا سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني دلنا على طريق الذين نعمت عليهم يعني النبيين الذين أنعم الله عليهم كقوله سبحانه أولئك الذين أنعمت الله أنعم الله عليهم من النبيين غير المغضوب عليهم يعني دلنا على دين غير اليهود الذين غضب الله عليهم فجعل فجعل منهم القرد والخنازير ولا الضالين يقول ولا دين المشركين يعني النصارى ده أقدم تفسير أقدم تفسير 767 فأقدم تفسير تحت أيدينا هو لابن لمقاتل بن سليمان بذكر لقنه المغضوب عليهم من اليهود والضالين هم النصارى وأنه اليهود هذول اللي جعل منهم القرد والخنازير هل في تفسير مؤتمد من السعودية هذا هو المؤتمد الرسم من السعودية شو يقول أهدنا السرعة المستقيم هذا من عملوا عملوا أسادة التفسير أسادة التفسير في جامعة محمد بن سعود هم اللي عملوا وهو المؤتمد على موقع المجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعض أهدنا السرعة المستقيم دلنا وارشدنا ووفقنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى ردوان الله وإلى جنته الذي دل عليه خاتم رسول وأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقام عليه سرعة الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الطريق الذين أنعمت عليهم بين النبيين والصديقين والشهداء والصلي فهم أهل الهداء والاستقام ولا تجعلنا ممن سلق طريق المغدوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم والضالين وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع سنتهم هذا تفسير رسمي للسعودية موجود على موقع المصر وهو واحد من ثمانين يعني مش هذكر لك الباقيات إذا عايز تكرار الباقيات هو نفس الشيء هو نفس الشيء يعني كله كله على نفس المنهج هذا ما أردت أن أقوله أن أنت يا مسلمين أنت يا مسلمين طريق الحق في كل الأديان في كراهية يعني ما حدش يقدر هنك ما فيش حد هنك بس المشكلة أنه أنت بتضروا نفسكم بنفسكم وتكرار مثل هذه الصورة يوميا 17 مرة لا تترك أي أمل بحياة مسالمة على وجه العرض لا تترك أي أمل يعني أنت تفسدوا الحرث والنسل كله كله بيخربوا ما تقدرش تبني مجتمع أنت بتكرر فيه 17 مرة في اليوم مبدأ القراهية أنت بتشبع أطفالك القراهية بتشبع أطفال والنتيجة أنظر إلى حلب أنظر إلى بغداد أنظر إلى اليمن هذا هو النتيجة التي تزرعه وتحصده لا يوجد محل آخر وأنا على رأيي الدول العربية والدول الغربية يجب أن تجرم صورة الفاتحة يجب أن تعتبر صورة الفاتحة صورة إجرامية ويجب أن تحذف من القرآن أو يمنع قراءتها في الجوامع يمنع أو ينبذ كل التفسير القديمة يقول كل المفسرين بما فيهم محمد أخطأ وبما فيهم القرآن أخطأ وهذا يجب أن تفهم على عمومها برش بالمعنى الخاص وكل واحد ممكن يكون ضال وكل واحد مغضوب عليه بس لا يتعين مجموعة معينة وتزرع الكراهية وعلى كل إيه معنا أنت تكرر يوميا سبعتاشر مرة الكراهية ليه يا أخي ما تذكر كلام طيب ليه ما تنظر تحكي كلام البناء في المشتاع لا مفيش فائدة أنا بدي أتوقف هنا مش هطول عليك المهم أنا عندي إنه هذا الكتاب تحت يديكم مجان لا أطلب منكم ولا فلوس تحملوه وتكرؤوه وأنت حكم عقلك حكم عقلك أنت لما تكرأ يوبيا الفاتحة 17 مرة إيش الإنسانية اللي بتبقي في داخلك ما فيش إيه الإنسانية اللي بتبقي كيف أنت هتعيش مع جارك اليهودي أو جارك المسيح أو جارك الملح مش ممكن مش ممكن يعني ما هو ما هو هذا المجتمع الذي تنشده ما هو هذا المجتمع التنشده أنا أتعبت نفسي في تجميع كل التفاسير حتى لا يقولولي أني أنا يعني متعدع المسلمين لا هذه بضاعتكم منكم هذا كتبكم هذا منشور في مواقعكم وهذا أنتم اللي بتقولوه في جوامعكم في مدارسكم حكموا عقلكم حكموا ويرجعوا لعقلكم أهو أمل أنه يعني من اليوم وطالع كل واحد لما بيصر لما يكره سورة الفاتحة يبطل يكرهها لما يصر يقول لا ده أنا ما أكررأش ما أكررأش نص يحرد على القراهية أنا أريد أبني لا أريد أن أهدم وما تعلمش أولادك هذه الصورة الباغة اللي تفسد المجتمع تاعك وبكرة ما تعرفش حتى صقف مثلكي يحميك صقف مثلك أنت شوف المساكين اللاجئين اللي بين الحدود وبين اليونان وبين اليونان ومصيدونيا اللي مرميين مقطعين هذا هو نتيجة القراهية اللي زرعوه في المجتمع هذا هو سبب كراهية أوكي أنا أتوقف هنا إذا في أسئلة رد عليها وإلا هنرجعنا ما قتبه وإخواننا في الحوار المتمدن تعليقا على مقالي حول هذه هذه الشورة ومثل ما قلت أنت قلت أنه الغرب لازم يجرم الفاتحة هو المفروض يجرم القرآن كله والإسلام يعني نوع من أنواع الفاشية مثل ما قال أخونا حامد عبدالصمد وما أظن يعني يستمر ولا بشك بكل من الأشكال يعني طيب في عنا تعليقات نبدأ بالتعليقات أصدقائي وبعدين سوف أفتح لسكايب والمداخلات والأسئلة أول تعليق من داكال بيقول بدأت في قراءة كتابك ووصلت إلى منتصفه عجبتني احترافياتك في التقديم لكن فقط أريد أن أسألك كيف كانت صلاة المفسر ابن مسعود الذي قال الفاتحة ليست من القرآن وشكرا أنا في انتظار للإجابة هو ابن مسعود لا يعتبرها جزء من القرآن هذا المهم لأنه كان عنده المصحف تاعه وعثمان حتى كسر له واحد من أضلاعه لأنه كان يحب يأخذ المصحف تاعه ويحرك لكن سيوت ذكر أنه ابن مسعود كان يرفض يضع الفاتحة هلا أكيد هو كان يصليها كدعاء ولكن ليس كجزء من القرآن كدعاء وليس كجزء من القرآن فضل في سؤال تاني بس تفتح الصفحة معي جون عم بيقول ممكن أن المسلمين يقرؤون سورة الفاتحة أكثر من خمسين مرة يوميا أخكم الفلسطيني جون سيف بيقول لدي السؤال لنبينا سامي هل تعلم أن أنك تشبه استريكس مع كل احترام لنبينا العظيم استريكس أنا ما عرف استريكس حسنا مش مهم حلو حلو جدا يشبهني بس أخي أنا النبي شو الحكي هذا شبهني بغيري لا شبه غيري بي مو أنا بي لا ما ينفع هيك او اتقلل من كيبت النبي سامي الديم الله يشطر عليك اهو والله عائل يقول باللهم أحشرني مع نبيك سامي الديم أمين يا رب بالنسبة الأخطاء اللغوية أعتقد بأن محمد أعلم بلغته مننا خاصة بأننا الآن نقارن بين اللغة العربية القديمة التي كتب بها القرآن واللغة العربية الحديثة التي هي معتمدة حاليا أو خلط الغلط في المضمون لكن ليس في المضمون عزيز جلبي هو أنت بتقول محمد كان يفهم العربي أكثر مننا بس مؤكيد أنه محمد هو اللي كتب القرآن هنا المشكلة نحن نفصل بين محمد والقرآن أنا دائما أقول القرآن هو كشكول مقطع الأوصال من تعليف حخام يهودي مصطول وأي نص ممكن يصدر عليه أخطاء حتى أستاذ اللغة العربية ممكن يكتب نص ويعمل فيه أخطاء ما في مشكلة بس ارجع لطبعة العربية للقرآن موجود في المقدمة أشكال الأخطاء وأنت تمحصها وأنا لا أدعي العصمة أنا وجدت 2500 خطاء طب قل لي كم واحد في المية من 2500 أنت مستعد تقبل بيهم بس أرجوك لا تعلنه لأنه لو لنتم بتعولك رأسك في الدول العربية حتى لو خطأ واحد بتعترف بوجود خطأ واحد في القرآن معناته أنت قضيت على حياتك لكن تحكم نفسك أنا عرضت الأخطاء ما تقول ليش أنه السابكين كانوا يعرفون أكثر السابكين كانوا جهال كانوا جهال واللي كانوا يكتبوا كانوا يعضوا على أصابع اليد الوحدة فما تقول ليش يعني هدول كانوا جهال اللغة العربية لا وبالله مين كان يسترجع يخالفهم كان يقطع السيف كان يقطع ركبته فضل بالضبط بالضبط هم كانوا جهال بصراحة يعني يقول جهال جهال وجهال هم أسماء أصبحت جهال وقال هم لا شيء يعني على كل حال أنا أصدقائي أنا فتحت نبيلا إذا ترجع الحوار المتمدن وتعليق تعليقك على الأخ الصلعة أو المسلم وطيب ما راح أنزلي أيوه هو هو مختصر كلام ويقول إذا أنت بتعتبر أنه هذه الصورة كراهية صورة كراهية طيب أنت ليش ترجمتها للغربيين ليش أنت نشرت الكتاب باللغة غربية هل أنت تريد أن تزرع القراهية يعني هو مش عايز أنه نخبر الغربيين أنه المسلمين بصروا بالطريقة هاي لا أخي هو ليس تحريد الغربيين لكن لفتح عيون الغربيين حتى لا يضحقوا عليهم وبعدين علشان يكون الحوار صريح الحوار صريح يعني الكذب ما لهو شجرين ما بوصل لشبعين في شيخ الأزهر بروح على البرلمان الألماني أو الأوروبي وبيكذب على طول محدش يعرف يوقفه لأنه أكثر يتم جوهال لا أنا بجيب لهم المصادر بقول لهم يكره هذول بيكذب عليكم هذول بيكذب عليكم وعلشان نصلح الأمر يجب أن نعترف أنه هناك خطأ هم مش عايزين أي انتقاط طب خلاص إذا هم مش عايزين ولا خطأ خليهم على خطأ بس ما ما يفرضوش أنه كل البلد تصير على خطأ على طريقته إذا هو عايز حط بمخه أنه أنا على خطأ وراضي بخطأ وإنت مركيش ده خليك مرتاح خليك مرتاح أمن لا تمنع أنه الآخرين يتنوروا ولا تفرض على الآخرين أنهم يصيروا جهال مثلك أو تفرض الجهل عليهم أو تمنع توصيل المعلومات لهم لا هم بحق معاقل وما حق مفرض عليهم شي بس هم يجحلوا النصوص القرآنية أنا بضع حق لتح تصرفه مجانا حر وهذول النصوص موجودة وأنا ما اخترعتها أو الغربيين يجب أن ينتبهوا أنه سورة الفاتح هي سورة قراهية ويجب أن تأخذ الدول الغربية موقف واضح من هذه السورة فضل يعني نبينا بصراحة هي المشكلة حتى القرآن المترجم هن يترجموه يترجموه بشكل لاقق بالنسبة لهم يعني يكذبوا بالترجمة أنا في واحد في واحد كتب لي كتب تعليق راح على على باريس حتى شاف ناس حطين طاولات بوزع قرائين بوزع قرائين على الناس مجانا وابعد باللغات الفرنسية فبروح بكلهم عندكم القرآن بالتسلسل التاريخي قالوا قالوا صاروا كلهم واحد اتطلع ثاني بكلوا شو هذا القرآن بالتسلسل التاريخي موجود هو قرع موجود بعدين راحوا يقتلوها مش عازين يسمعوا الحكة هاي عازين يجهلوا الناس فاحنا عازين نفهم الناس ايه القرآن المكي وايه القرآن المدني وايه مدار القرآن المدني وايه اللي ممكن نكبله من القرآن المكي بس هم عازين يعملوا خبيصة مش عازين حد يمس فيه طب كويس على قرد اسمح بالآخرين اقول بالضبط نبينا يعني على كل حال اصدقائي انا فتحت سكايب ويظهر اصدقائنا من متعودين على الموعد الحلقة عددا بتكون بعد ثلاث ساعات من هلا بس بتمنى يا ريت تتصلوا فينا نبينا الشو تحدثنا عن الحلقة القادمة الشو اللي كتابت الحلقة 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 القادمة حنكرسها عن الآية لا اكره في الدين ماذا تعني آية لانه هذه من الآيات اللي اكثر ما تذكر في المؤتمرات حتى في المحافل الدولية لكن هي اكثر الآيات يعني التي لا تفهم على حقيقتها فمفكر انه هذه آية التسامح لا هي ليست آية التسامح وحتى الجزء التسامح فيها تم نسخه هذا ما سوف اوضح لكم في الحلقة القادمة ان شاء الله في الاسبوع القادم واذا برنامج الجهر بالالحاب كان عنده امكانية فضل الله طبعا طبعا الامكانية مفتوحة ومثل ما بولو الوقت كله مفتوح لك نبينا وانا مستعد اعملي معك يوميا حلقة ما عندي مش برسا اكيد انت ما عنديش وقت يالاسف كان ودي على كله هو كتاب لا يكره في الدين متوفر بالفرنسي وبالانجليزي لم اترجمه حتى الان الى العربي لانه عندي عرف شغلة وشغلة اخرى فامل يوم انه يترجم الى العربي ليس مشكلة الترجمة لانه النص العربي قصير فيه لكن كل النصوص المفسرين هي باللغة العربية فحملوا من موقعي ويكرؤوا بكل كتب التفسير وكافي شكرا اخي فضل في في الاخ مستر بلاك بيقول اشكرك صديقي جان الحلقة رائعة وتحياتي للنبي سامي عندي سؤال لماذا عندي سؤال لماذا الله يلعنهم ومع ذلك نستفيد من خبراتهم وعلمهم وحلال نتزوج من نسائهم صراحة تناقض رهيب هذا ليس التناقض الوحيد هذا ليس التناقض الوحيد القرآن من بدايته لآخر مليء بالتناقض لكن هم مش عايزين يعترفون بذلك اليوم اللي يعترفون في هذه النقطة عملوا خطوة 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 كبيرة على كل آمل أنه أنا الفكرة تاعتي البسيطة من خلال هذا الكتاب وهذا الحلقة البسيطة تاعتي اليوم أنه الناس ما يعدوش يقرأوا الفاتحة كما تعودوا يقرأوها وأنهم يتركوها بصلاة ما يعدوش يقرأوها يرفضوها ولا يعلموها لأولادهم وينتقدوها أصلا يرفضو يرفضوها ما تقدرش تقول لا هذا مش المعنى لا هذا المعنى هذا التفسير جاء فيها حديث نبوية وهذا مثبت في القرآن ما تقرأوش تدر وتلف تقرأوش تدر وتلف هذه الآية واضحة إنها تعني اليهود والنصارى وهذه آية قراهية ولا محل لها في صلاة ولا محل لها في صلاة ادعو أنه الله يشتي أنه يعطي الخير للبلد أنه يبعث السلام ليش شو دخلك بالقراهية ليش كيف بدك تبني مجتمع على القراهية فاهم فإذا عايزين تكرؤوا صلاة بدل الفتحة أنا كنبي سامي ممكن أعملكم صلاة جديدة ها نبي صلاة تخترع علينا الصلاة فارب عليك صلاة محل الصلاة بتاعة الفتحة زي مش عارفين يحطوا محل لشغلة عملي فاهم علي يسوي لكم صلاة حلوة ومكبولة عند الله وعند الناس شو رأيك من هون للأسبوع القادم متحضرنا صلاة هك حلوة بالتمام وخلي صلوة المسلمين بدأ صلاة صلاة هاي اللي 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 بالتمام بالتمام خلص خلص وعد حر إنه الحلقة القادمة حنبدأ صلاة تحلو محل صلاة الفاتحة ايه شغل إيجابي شغل إيجابي فاهم علي عايزين نهدم بس عايزين بردو نبني نحط شي محلو الحياة ترفض الفراغ فحنهمل الفراغ فضل بالضبط بالضبط يعني ما تكون نبي بس بالاسم يعني تكون على الواقع نبي بالتمام 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 ايه لازم أثبت نبوتي بس ما تطلب مني عجايبها وبعجزات عزيز قلبي أنا ما طالب من حد يآمن بي أنا نبي بلا بعجزات واللي بده يآمن اللي بده يآمن أهلا وسهلا ما بده آمن أهلا وسهلا صلاة نبينا يعني الفكر اللي عندك هو معجزة بحاله أنا يعني أقدر وسمني الفكر اللي عندك والثقافة اللي موجودة عندك والأسف الشديد ما موجودة عند كتير من ما يسمون نفسهم مثقفين يعني الأسف الشديد طبعا أنا بشكرك كتير نبينا سامي ويا ريت كلمة أخيرة بنختم فيها الحلقة آه 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 الكتاب موجود وزعه على الجميع مجانا طبعا العربية للكرآن موجودة مجانا هي الفرنسية طبعا لكن العربية أنا مش عايز تشتروها مش طالب فلوسكم أنا بدي إلكم مش منكم أنتو الوحيدين اللي مجانا فحملوها مجانا وابعثوا الرابط للجميع مجانا حتى يعمل الخير على الناس ويحل السلام في بلادنا التعيسي وأنا أخي النبي جان قرأت وسمعت لقصيدة الجميلة عن لاجئ سياسي اللي بعت اللي الرابط عليه وبكيتني بكيتني فعلا أنا كتير آسف نبينا أنه بالفعل في كتير الناس بكيت أنا آسف كتير لا منيح لازم واحد يبكي لازم واحد يبكي على حياتنا تعيسة قصة القصيدة هاي صراحة هاي الفيديو اللي بعتلك طلعو الإخوان المسلمين على تلفزيون هم طب منيح الله يهديهم جماعة حلب اليوم هاي تلفزيون حلب اليوم الإخوان المسلمين الموجودين حاليا اللي عم بيحاربوا كنت أتمنى يطلعوا لي علن الحادي ولا قلها أنا ملحد أو قصيدة مثلا نهديك نار ولهب يعني لا لا مش مهم مش مهم شوية شوية الله بهديو إن شاء الله بكرة بيضيعوا الحلقة تاعتك في البرنامج تاعتهم طب في عنا سؤال كمان ممكن ولا لا فضل في الأخ أحمد عم بيقول تحياتنا لنبينا وسؤال بسيط لو اقترحت عدم استخدام الفاتحة في الصلاة والاستخدامات الدينية المختلفة هل تظن أن رأيك سيهم المسلمين واقتراحك سيلقى قبول عند أي أحد من المسلمين أصلا لو أحد من المسلمين اقتنع بهذا الحديث سيترك الإسلام أصلا فكيف تجعل اقتراحك تصل للمسلمين ويطبقوها مع عدم تركهم لإسلام لإسلامهم كيف يوفقون بين كل هذه التنقضات ماذا تقترح أيها عفارم عليك عفارم عليك بس تعرف أنه في جملة جميلة بيقول المجنون لم يكن يعرف أنه ممنوع تعملها وبما أنه كانوا مجنون عملها وما كانش عارف أنه ممنوع لأنه مجنون عملها فاقتراحي هذا ما بيجي من واحد عاقل إلا من مجنون بس لأوقات أوقات خذوا الحكمة من أفواه المجنين هذه الموضوع هذه الأفكار الأخي الفاضل الأخي الفاضل العقلاء أو ما يسمون حالهم العقلاء ما بيجي بش منهم ولا شي بيجيش منهم ولا شي لأنهم خايفين على حالهم ومعندهم مش يعني شجاعة يقولون الحقيقة فمجمور واحد يذكر يذكر بتلي حتى يتفوه بالكلام لأنه وضعنا مزري وضعنا مزري والألام اللي بتعلموها صدقني إن أوقات عيوني تدمع دم والله عيوني تدمع دم على اللي بصير في بلادنا شو تساوي لازم نجدلنا حل أفكاري غريبة جنونية يا أخي جربها جربتوا هديك 14 كان بصيرش نجربوه تاع فكرة تاعتي سنة واحد يميكفيني يا أخي بيجوز بعد سنة تقتنعوا بكله والله سامحات معه هذا المجنون طلع صحيح هذا المجنون طلع صحيح ومعنين مش خسرنين انتم شي مش خسرنين شي ومن جانني زمان زى عزيزي جان كان النصيحة الجمل اليوم من جانن وبيقولوا عني مجنون فهي عنا مجنون يعني مو مختلف معاه بس يعني الله يهدي الناس تضر عم بقلي يا أخ فيصل عم بقول سامي ذيب كفة ووفة أسئلة يعني بتشكرة تسلام تسلام كاتب لي can you please share the poem about the political هي برافيجي you mentioned political asylum لا هي political refugee إذا لديك أيو أيو حط الرابط حط الرابط خلي غير يبكي حط الرابط خلي غير يبكي وظيف حليه من رح سأساوي لها upload على القناة نفسها كمان وشوفوها بس المشكلة تعرفنا بينا أنه أول الفيديو بطلع حديث شريف هو البرنامج مساوينا على أساس كلمة اللي قال صلعم كيف من الشعري حكمة أول ما نطلع حديث شريف اهذفوا هذا الحديث يا عزيزي إذا معزج هو هو هذا كلمة صحيحة من نرفضهاش صحيح إنه في الشعر حكمة يعني مش على زال محمد قال إذا صحيح الكلمة صحيحة بنقض بيها حتى ولو في آية صحيحة من القرآن نقضها ما بنرفض كل شي ما بنرفض كل شي أنا مرة بدي أحكي لك نقطة مرة كنت عامل عامل محاضرة في مؤتمر فشو قال لي واحد طيب يحكي لك شو بدك تحكي تجرب تجرب المحاضرة تاعتك فبداية المحاضرة تاعتك بعدين بآخر المحاضرة بتقول لي بكل لي أنت آخي ذاكر ألفين واسم واسم بالمحاضرة مين بديو يحفظهم احذف كل هذول الأسماء وخلي الأساسيات اللي فيه تعرف هذا صاحبنا شو كان صنعته كان يبيع جاج بشوي في باريس كان يبيع دجاج بشوي في باريس وتعلمت منه صحيح كلامه صحيح بولي أنه ببيع دجاج بشوي أنا أرفض كلامه لا يعني حتى لو محمد قال شي الكلام اللي بني ناخد فيه يجب أن نفصل بين الغث والسمين الحديث الشريف اللي حكا إنه في الشعرة إنه في الشعر لحكمة ده صحيح مية بالمية لو خليه يا أخي خليه على شاء ما يكونوش عنا عنصريين على كل حال أنا راح أشغل الفيديو غونه بس المباشر يعني خليه يسمعه هلا أنا بتشكر كثير نبينا سامي على بعدين عزيزي حطوا علشان الناس يبقوا في البوكة بنظف القلب وبيرجع العقل لروس الناس ألامنا وألامك والألام اللي بتذكروا في الشعر ده ضروري علشان يرجع الناس لوعيهم كل الجرائم اللي عملوها ومش عارفين الناس إزاي يفسروها فربما في وقت بوكة يساعد الناس يرجع على نفسه ضبيره فأشكرك أنا على الشعر اللي أنت بكيتني فيه وأمل كل الناس اللي يسمعوا يبقوا لأن هذا ضروري أنا بتشكرك نبينا سامي وأنا ما بدي حدا يبكي بصراحة لازم يبكي ما تقول ما بدي حدا يبكي لازم يبكي اللي ما يبكي على وضعنا على شي يبكي عزيزي العاد على شو يبكي على شو يبكي إذا ما يبكي على وضعنا المزري يبكي على شو يبكي على كاس انكسرت يبكي على شو على على سيارة انسركت هذا وطن طار يا سيدي وطن طار وأناف اندبحه معلوم لازم يبكي إذا ما بيكي على هذا شو يبكي شو بسو حياتهم إذا ما بيبكي على هذا لا لازم يبكي شو تقول لي ما بدي يبكو لا بدي يبكو ابكي خيي ابكي 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 شجعكم كلكم تبكو اعمل مناحة افتح مناحة يا سيدي علي يصير هيتصبحك مناحة المناحة مفتوحة طيب نبينا خلينا نسمع القصيدة مع بعض فاضح خلينا نسمع فعلا سياسي ويختصر اسمي واسم امي وابي ووطني وكل تاريلي بكلمة واحدة تاجه سياسي وابدو كمتسول في الازقة الغريبة اشحد خبزا اشحد عطفا اشحد امتسامة من الناس وابدو كمتسول لا جميلة ايئا او رقما او جسدا متحركا بلا هوي لاجئ سياسي اصبحت اسمى بلاجئ سياسي اسم لم اختره لنفسي يا وطني اسم لم اختره لنفسي يا وطني ولم اكن له مدركا ولا كان في محصة على قياسي فانا لست سياسيا ولم اكن بوزارة النفط مغرما ولا كنت مولعا بالتراسي ولا كنت على قصور الامراء مترددا ولا لسياسة خارجية محددا ولا كنت شاعرا قصر الراسي وانا لست الا شاعرا يعشق الفرية وانا لست الا شاعرا يعشق الفرية بكل وجداني وضميري واحساسي وانا شاعر ما كتب من قصيدة الا لحبيبتي فما بال شعري ضد مطاجع الانجاسي وما بال قصائل وما بال قصائل المتنافر بين طيان نفاتري ترعبهم ترعبهم وتفتق لهم الف وسواس وخناس والشعر يا وطني ليس تهمة مدان بها والشعر يا وطني ليس تهمة مدان بها اوليس الشعر حبيث الانبياء ولحن قداسي اهل منك يا وطني اهل منك يا وطني صنعت من كلماتي لاجئا سياسي فهل اشكوك لفيروز ام لأزيز الرصاص في ذاكرة ام لمواوين الصبر ام اشكوك لخمرة وسعير الكاسي ام للتوراة اشكوك ام لصحف التاريخ ام اشكوك للمتنبي وأم الفراسي احبك يا وطني احبك يا وطني والروح لك تنخص من وسواسي وأنت قدري وأنت العشق وأنت الدر والماسي احبك يا وطني احبك يا وطني احبك يا وطني وما يورثن منهم سوى فرقة ودسائسا وأحبك احبك يا وطني عاتفتني وجريح انا يا وطني وأمي التي حطمتني بدمعها وقفت في صفتك يا وطني وشوارع حين القديم وأصواب المآذن ووالد ووالد ذاك الشيخ العظيم عادبوني احبك يا وطني والجرح يا وطني جمرة تغلي بصدر والجرح يا وطني جمرة تغلي بصدر وقهر وقهر يمعن في مأسادي ويزيد قهرا على قهر والجرح يا وطني دمعة منسية بعين والجرح يا وطني دمعة منسية في عين أمي أبكت الربيع عطرا أبكت الأحسان صبرا وأبكت دما يا وطني أحب يا وطني أيها النسر الجريع أيها الغفران المقدس يا ريحانة بيتنا يا شمسا أضاءت رسالة المسيح تثرت آهاتي ولم تعد كل كلمات العشق تشتري ولم تعد كل سحابات العالم بأنطارها تروي ولم تعد للطهوة نكهة ولا للموسيق نكهة ولا لشروف الشمس خلف حدودك أي شيء يعني اشتقت إليك يا وطني اشتقت إليك يا وطني اشتقت إلى اكتسامة أمي ويا سمينة قلبها مخت الصغيرة مخت الصغيرة وقصائد التي دفنت حذبها وفي سارة العجوم ورائحة الزرام اشتقت إليك يا وطني أيها القصر المتألب قلب السحاب ألي بعيشة كريمة تحت جناحيكا ولمسة حنونة على قلبي باليديكا أم أن قدري أن أبطلاجئا منذيا في بلاد الأغرام أم أن قدري أن يقتلني قهري ويقتلني الظل ويذيك العدام اشتقت إليك يا وطني ترجمة نانسيك أمودرا 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 رمضا أمودرا رمضا رحمة فضل فضل أخي نبيذ إسماعيل تشكر على هذه على قصيدة الجميل المبكية شكرا شكرا يعني ما بغرب صلاة الزكريات مؤلمة جدا أكيد 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 تعزية للجميع قصيدة الله يشتر ماشي نبينا أنا بشكرك كتير شكرا على المتابعة وياريت طبعا بكرة في عمنا حلقة مع ملحد عراقي ومصطفى المالكي ياريت تابعونا الساعة 8 بتوقيت مساء طبعا بتوقيت لندن أنا بشكرك كتير نبينا وإلى اللقاء في يوم لاربعاء طالب إن شاء الله شكرا على الاستفادة استضافة سلام على الجميع سلام جميع شكرا لكم أصدقائي شكرا لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة إلى اللقاء إبكي يا عيد إبكي يا عيد